مع اكتمال مهرجان الوعود الوهمية لرئيس الحكومة محمد السوداني تلاشت أحلام خريجي الجامعة والمعاهد في العراق بإيجاد فرص عمل ووظائف حسب اختصاصاتهم وبالتالي ارتفع معدلات البطالة ما يجعل الحصول على فرص عمل أمرا صعبا للغاية وإذا أواقع بطارة الخريجين الأخذ في الازدياد في العراق نشر موقع عالم الاحصاء لائحة لأكثر الدول ارتفاعا في البطالة واضعا العراق على رأس القائمة ويذكر الموقع أن الجامعات العراقية والمعاهد تخرج سنويا نحو 170 ألف شاب دون أن يتم تعيينهم أو يحصلوا على فرص عمل لينضموا إلى طابير البطالة المتراكمة منذ سنوات ما ذكره موقع عالم الاحصاء يأتي تأكيدا لما ذكره البنك الدولي سابقا حين أكد أن نسبة البطالة في العراق بلغت أعلى مستوياتها منذ 30 عاما بواقع 36% موزنة عام 2024 التي جاءت خالية من الدرجات الوظيفية تفند مزاعم حكومة السوداني بتوفير فرص عمل للشباب ليواجه هؤلاء الخرجون مصيرا قاتما في ظل تعطيل القطاع الخاص لتشغيلهم فيه باحثون اقتصاديون عزوا خلوة موزنة عام 2024 من الدرجات الوظيفية إلى تضخم أعداد الموظفين في القطاع الحكومي حتى أصبح هناك بطالة مقنعة أثقلت كاهل الموازنة برواتب كبيرة خاصة بعد استخدام الأحزاب الدرجات الوظيفية كدعاية انتخابية مراقبون وصف الجامعات والكليات الأهلية بأنها أصبحت معامل تفريخ تقذف لشارع العراقي البطالة بالآلاف المؤلفة من الخريجين العاطلين في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة الحل لانتشال هذه الطاقات المعطلة من خلال امتصاصها بتشجيع القطاع الخاص وتشغيل المصانع المعطلة ويؤكد المراقبون أن أزمة البطالة لا يمكن حلها بالحلول الترقيعية وإنما تحتاج إلى تغيير العقلية التي تدير البلاد على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر